سلما رح ابدأ بالعبارة اللي ختمت فيها السيدة سعاد ما في أقوى من الأمة السورية والأمة الشهيدة اليوم كل الحصة ضمننا حلقتنا وحنكون مع أولى المحطات العطاء والتضحية صفات لازمة المرأة لكن في الحرب التي استهدفت بلادنا الحبيب أصبح للعطاء والتضحية معنا آخر وأصبح للعشق والحب درجات فكان الوطن كرم لا يمكن المساومة أو التفريط بها فبكل إيمان بقداسة قدمت جزء من روحها لننعم جميعنا بالأمانة ولتكتب الحياة على أرض الوطن وأولى فقراتنا لليوم رح نبدأها مع قداسة العطاء فهي أم الشهيدة الملازم اللابطل أيها محمد حسن وأيضا هي زوجة الشهيد اللواء المهندس محمد علي حسن واليوم من خلال مسؤولياتك عضو مجلس الشعب جعلت من ذوي الشهداء بوصلة لها أكيد بيسعدنا الرحب بسيدة نورة سليمان وهي عضو مجلس الشعب وأم الشهيد يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتوا بألف خير الربيع هو رمز العطاء وآدار هو بيحتضن أكتر الأعياد اللي نحنا كلهاتنا إلى رمزية كتير كبيرة بحياتنا من عيد الأم الأم اللي هي وطن اللي هي دنيا لعيد المعلم اللي هني قال عنين الخالد حافظ الأسد هم بناتوا الأجيال وهم من يصنعون المستقبل وبالتالي أيضا ثورة آذار المجيدة ثماني آذار هو بيجمع عيد ثورة آذار وعيد المرأة بنفس الوقت ثورة آذار اللي كانت هي أسست لبناء سوريا قدع حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي ويلي هي أسست لبناء سوريا ولصمودة طول هالمدة اللي هي تسع سنين من الحرب الظالمة علينا اللي لو أنها كانت بأي دولة تانية لكانت نهارت وبالتالي نحن بإذن الله صمدنا بفضل التأسيس الصحيح والقائم على أسس مبدئية لسوريا الحبيبة وعيد المرأة عيد المرأة المرأة ما فيني اقتصرة بكلمة المرأة هي بتزل السرير بيمينة وبتزل العالم بيسارة المرأة هي عشتار هي أوروبا أخد قدموسي اللي أعطت القارة الأوروبية اسمها هي سيدة الصالونات الأدبية في الخمسينات والستينات في كل من حلب ودمشق هي الآن في كل مجالات الحياة هي نائبة لرئيس الجمهورية هي مستشارة إعلامية هي عضو مجل الشعب هي الطبيبة المحامية المهندسة من شان ما أنسى حدا هي يعني حتى أكتر من نص الدنيا بشوي يمكن فيني لولا أنه نحنا فعلا نعترف تماما بالدور المكمل للرجل هي المرأة هي الدنيا كلها فإن شاء الله كل عام وأنت بخير وبلدنا بألف خير وقائدنا بألف خير وأهلا وسهلا فيك وأكيد نحنا اليوم فخورين بأننا نكون مع حضرتكم مع كثير من نمازج السيدات السوريات اللي كان لهم بصمة مميزة بالحياة حضرتك مثل ما عرفنا بالبداية هم شهيد وأيضا عضو مجل الشعب خلينا نبدأ من القيمة الأسمى واللي هي الشهادة ونستذكر معك أيهم وعظيم ما قدموا أيهم أكيد هلا أنا بدي أحكي شوي قبل الأزمة نحنا قبل الأزمة كنا عايشين حياة عادية مثل أي حياة مواطن سوري في أي بقعة من سوريا أنا مهندسة أعمل في التعليم المهني وزوجي في الجيش وهذا حتى معلي أعباء إضافية بالحياة يعني بشكل عام لأنه الجيش معروف أنه اللي بيكون أكتر وقته هو بدوامه وبالتالي كنت أكتر ملاصقة لأولادي الأتنين وتربيتين أنا عندي الكبير هو أيهم يعني أيهم كان كل حياتي كنت عم استنى اللحظة اللي أنا فعلا بأول الأزمة قبل بالألفين وإدعاش يعني كنت عم استنى أنا اللحظة اللي أفرح فيها فيه وخطب طلو كان عرصه بسبعتاش نيسة أيهم إيجاب قبل إيجاب بعشرين بعشرين كانون أول إيجاب إيجازة على البيت وحكي كلمة أن الأستاتر بتتردد بزهني دوما قال لي أمي أنا رح أعجزم لك ناس كتير لعنا برس سنة قلت له أنا جاهز يا أمي لكل شي أنا اعتقدت أنه هو رح يعزم لي خطيبته وأهله فأنا اتفاجأت أنه أيهم بخمسة وعشرين طمعش 2011 إيجاني نبق استشهاله يعني أنا ما هاي اللحظة صعبة كتير لأي أم وما فينا نكابر على الجرح يعني أنا الإبن البكري اللي كنت عم أستنى اللحظة لأفرح فيه إيجيني نبق استشهاده بـ 25-12 وكان عرصه بـ 17 نيسان 2012 2013 فكانت صدمة كتير كبيرة وقواني فيها وقوف أهلي لجانبة وقوف المجتمع بشكل عام أهل قريته وأقربائه والقيادة السياسية اللي بالمحافظة والسيد المحافظة كمان ونحن بمجتمع بقدس الشهادة والشهداء والأب قال يعني بالحرق الواحد نحن هذه سوريا بلدنا ونحن هذه أمنا وقبلنا زفينا عريس لسوريا وخطيبته حتى قالت لي يا غالية أيهم حب سوريا أكتر منك فأيهم نحن هلا هو عريس لسوريا فرحي وظلق تبارسه وأنا وفيه لقليك طول ما أنا عايش بتعتبريني أنا موجودة بجنبيك مثل ما كنت لازم كون موجودة لو أيهم استمر ومشت الوضع ما طول يعني بنهاية الـ 2012 في بنات عام واحد الأب زهل كثير المشكلة أن المرأة هي قادرة تعبر عن مشاعره لكن الأب هو قادر يعبر عن مشاعره مثلهم فما في عام بنات يجاني نبقى استشهد الأب أيهم استشهد بحمص بحيبة بعمر بـ 25-11-2011 الأب استشهد بـ 16-12-2012 بالغوطة على أثر استهدافين بقذيفة من الإرهابيين يعني أنا بظل عندي ولد وحيد فقدت ثلاثة أرباع العين فقدت الأبن يلي هو أمل يلي هو فرح يلي هو ما كنت أنا متخيلي بيوم من الأيام أنا ممكن اللي حطه تحت العرض كنت متخيلي أنه هو هو اللي لازم يتفني مو أنا أتفنه وبعد منه كمان فقدت السند يلي كان هو عمود البيت ورب الأسرة فصبت فعلا الله يرحمه كان وضع كثير صعب أنا ما فيني أخذ اللحظة ولكن بالنهاية هالوطن هو وطننا صحيح ونحن واجبنا قدرت الحمد لله بهمة الناس الطيبين والناس الخيرة بالمجتمع والقيادة الموجودة سواء السيد الرئيس وعنايته بالشهداء وحبنا للوطن وتقديس نحن بمجتمع بقدس شهادة الرسالة مستمرة فقدرت إن شاء الله أني استمر ونحن صامدين نعم ومستمرين حتى النصر يعني بعد استشهاد أيهام ووالده السلام لروحهم أكيد في كتير شغلات تغيرت بحياتك اليوم الشهيد عندما يستشهد أهله وذوي يكفر الرسالة من بعده دعونا نحكي ما تغير بعد استشهاد أيهام أنا بحالة ظل عندي شاب واحد فصممت أني أنا لازم أستمر من شانه وكان أول قرار لعلي أنه بدي زوجه وزوجته بعمر صغير يعني كان عمره 21 سنين وأنا حبي أحكي الشغلة أنا لما إجاه أول ولاد إجيته بنت فحسيته بولادة هالبنت هي ولادي لسوريا هيك كان حقيقة شعوري لما كنت بالمشفى مع أم لما ولدت الطفل الأولى وسميتها رند وإذا بتسمحوا لي أنا ما بكتب شعر بس وقتها حسيت حالي بالله شعور عمقلة شرفت يا خير زائرة يا غصنم من الرندي نورت بيتا لفه الحزن جعلت الفجر ينبلج في بيت غاب بدراه في أقلي من حولي الأيهم طوض هوى على يد الكفر والغدر والجد إلى العلياء ارتقى سالك النفس الدربي أحملك أمانة صعبة أن تحفظي ذكر من رحل خلدي أسماء طهري في قلبك الغض الطري حماك الله يا جدة من الشرور والغدر ووقفت لجانب ابني وأنا هلأ عايشي معه الحمد لله وإن شاء الله دماء هالشهداء كلها بتظهر شقائق نعمان في كل أرجع سوريا ست نورة حضرتك مثل ما عرفنا بالبداية عضو بمجلس الشعب وأيضا أم شهيد وزوجة شهيد هذه المسؤولية الكبيرة التي حملتها خلال هذه السنوات كيف درتي ترجمية تحت قبة مجلس الشعب نحن أكيد أول كل شي نحن لما كان في عدد كبير من زوج الشهداء كان لابد من تمثيلين تحت قبة المجلس مع أنه نحن بالأساس بعناية نحن بين إيد أمينة نحن بعناية السيد الرئيس بشار الأسد الذي هو حريص على كل نقطة بدمه بالبلد وأصدر العديد من المراسيم التي تحتضن زوج الشهداء بشكل عام خمس مراسيم في غضونها الدور التشريعية كله بخص زوج الشهداء وهو ما في يوم من الأيام رح نكون إلا بعنايته رسميا نحن بس نوصل أصواتها الشريحة الكبيرة من زوج الشهداء لتحت قبة مجلس الشعب نحن في عنا لجنة بمجلس الشعب أحدية الساد حديثة بدور التشريعي اسمها لجنة الشهداء وضحايا الحرب نبحث ضمن الاجتماعات كل ما يقص زوج الشهداء وضحايا الحرب وللمرحلة القادمة نتمنى النصر لكل سوريا وإن شاء الله يكون القادم أجمل أكيد يعني القادم أجمل خلنا نحكي اليوم عن المرأة السورية خلال سنوات الحرب دورها أكيد كان كثير فعال وكثير مؤثر وتغيرت أدوارها خلال الحرب خلنا نضوي على دور المرأة السورية خلال الحرب مع حضرتك المرأة السورية مثل ما أحكي بتهز السرير بيمينة وتهز العالم بيسرها هي قوة هي قوة كاملة قوة كاملة مفجرت أثناء هذه الحرب فرأينا المرأة التي تستمر في تربية أولادها والتي تعمل في دوائر الدولة رأينا اللبوة التي تقف إلى جانب الجيش العربي السوري رأينا الجمعيات التي تترأسها نساء والذي تعمل في شؤون المجتمع بشكل عام يعني المرأة شو ما حكيتي عنها بظل لسا فيكي تحكي أكتر شو ما حكيتي بتظلي أنت مقصرة لأن المرأة هي شيء كتير كبير وشيء كتير عظيم وأنا بالأساس بقامن بتكامل دور المرأة مع الرجل كل واحد مني مكمل الثاني نحن بسوريا القانون السوري أعطى المرأة الكثير من الحقوق اللي نحن واجبنا أنه أي مرأة سورية تكون على علم بالحقوق اللي أعطاها يعني عندنا نقص بالثقافة القانونية أنه بتمنى كل مرأة سورية تعرف شو الحقوق اللي أعطاها هي القانون السوري وهو مشي خطوات كتير كبيرة وخاصة بالتعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية كمان في كتير من النساء ما بتعرف يعني شو الحق اللي أعطاها هي القانون السوري بتمنى تتعمم ثقافة القانون للكل أكيد وليصير كل حدفين يعرف شو حقوق وشو واجب وسوريا من أول دول اللي انضمت لاتفاقيات تعنا بعدم التمييز بالرجل وبين الجنسين وبالدستور السوري يضمن لكل الجنسين وللمواطن حق المساواة من أي جنس كان ومن أي دين كان من أي معتقد كان من أي منطقة كانت من أي فكر كان فنحن بسوريا بالعكس قاطعين أشواط كتير كبيرة بالنسبة للمرأة يعني أنا يعني أي مرأة فيها تشتغل مثلا تسجل بيت بإسمها فيها تسجل أرض بإسمها في دول أوروبية متطورة المرأة ما عندها الحق أن تسجل قطعة أرض بإسمها وممكن أن كتير ناس تتفاجأ بها الحقيقة بس هي حقيقة نعم أكيد يعني نحن اليوم نشكر وجودك معنا شكرا إليك سيدة نورا على وجودك ونتمنى يا رب دائما المرأة السورية تظل هيك نفس هذه الهمة والقوة وأخذنا منك اليوم هيك شوية صبر وشوية قوة شكرا إليك إن شاء الله نحن صابرين ومكملين وإن شاء الله النصر قريب جدا بإذنك وتحية لكل الجيش العربي السوري في كل بقعة من أرض سوريا هو سهران من شأن نحن عيوننا تنام تحية لكل شهيد تحية لكل زوجة شهيد حملة 12 زوجة هذه رسالة أنه نحن صابدين لحتى يتحقق النصر على المؤامرة الكثير كبيرة على بلدنا التي تكالبت قوى الشر والظلام على هذه البلد التي كان ماشي بمسير التطور مزهلة قبل 2011 إن شاء الله بهمة وحكمة وشجاعة السيد الرئيس الذي نحن نستمد صبرنا من صبره وسباتنا من سباته وعزيمتنا من عزيمته ونحن ما رح نكون أقل من أجدارنا يلي هني قالوا لو خطت بنا أرض هذا البحري لخطناه معه نحن مستمرين بإذن الله والنصر لسوريا شكرا لوجودك معنا لليوم وأكيد من حضرتك ومن أم الشهيد دائما نأخذ كل القوة والصبر شكرا لوجودك معنا لليوم شكرا للك وعلى يعطيكم ألف عافية وكل عام وسوريا وكل سوريا بألف خير شكرا لك